نظم القطاع الطلابي لتجمع اليمن للإصلاح بمحافظة حجة فعالية ثقافية احتفاء بأعياد الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر اكتوبر نوفمبر تحت شعار الشباب حاضر الأمة ومستقبلها وفي الفعالية التي أقيمت بمدينة مأرب ألقى رئيس دائرة الطلاب بالأمانة العامة للإصلاح الدكتور أحمد سيف القباطي كلمة أشهد فيه بالمستوى الثقافي التنويري الذي يقوم به شباب الإصلاح في كافة المحافظات وثمنا جهود القطاع الطلابي بمحافظة حجة في تعزيز الروح الوطنية ومجابهة الظلم والاستبداد وعبر الدكتور القباطي عن اعتزازه وكافة شباب أعضاء الإصلاح بالمواقف الوطنية التي سجلها الحزب في كافة المراحل وتضحياتهم في سبيل حماية النظام الجمهوري ووحدة وأمن واستقرار الوطن دعيا الجميع إلى التمثل قيم ومبادئ الإصلاح وأكد القباطي بأن شباب الإصلاح وأعضاءه باتوا يشكلون مع كافة القوى الوطنية أمل اليمنيين في مواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها مواجهة ودحر ميليشيا الإيران ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار لأبناء الشعب